اشتركوا في القناة اختي وحبيبتي واهم اللي بتتبعني النهاردة روتين مسائي في المطبخ هنخسل مع بعض المواعين وهنزبط المطبخ وهنعمل شوية حاجات في الشقة مع بعض اول حاجة هم كانوا عايزين نشربوا منجا من الصبح فانا بصراحة طلعت لهم منجا كده ومستنيها بس فك شوية او قعبال مخسل المواعين وشوف اللي ورايا وبعد كده هعملها لهم. انا بفرز المانجا بحالها كده في الفريزر وطبعا اه ساعات بفرزها متقطع ومشالها في الفريزر وساعات بفرزها بحالها كده الاسهالي اللي هي بتتفرز بحالها كده لما بتيجي تشيل القشرة بتبقى رؤياها قوي وهوريها لك دلوقتي طبعا دي المواعين بتاعت الغداء كنت عاملة النهاردة قلقاس ورز ويولحمة طبعا انا غشة منكم الاكلة ديت زي ما متعاودين كده بنغش مع بعضينا يلا نزلي تحت اكتبيلي في الكومنتات عاملة اكل ايه النهاردة وكمان هتعملي اكل ايه بكرة عشان نستفد من بعض يعني كده الواحد زهان ومش عارف يعمل اكل ايه اي حاجة واي حاجة والكلام ده هاخسل بقى المواعين دلوقتي كده مش عندي بريل ولا عندي منظف اي حاجة غير شوية صغيرين جدا فحبطيت شوية من اللهلوبة في المياه وهبدأ دلوقتي بقى اخسل معين قبل ما اخسل معين هحاول اللي انا اشطف الاطباق كده مطرح بواقل اكل لو فيها اي حاجة عشان خاطر اللي سبونش عندي ما تتزفرش كتير يعني اه طبعا انا لسه مشتريتش طلبات البيت هحاول النهاردة كده اه اقعد بقى مع نفسي اكتب ايه الطلبات اللي انا عايزاها وايه الحاجات اللي خلصت من عندي وهاجبها تاني وايه الحاجات اللي خلصت ومش هينفع لنا اجيبها تاني لاني مش حلوة اه وهاعد كده اشوف بقى حالي بالليل كده مع كوباية المنجا وبنشوف مع بعد هنعمل ايه تاني طبعا انا اللي بخسله بشطفه اول باول عشان المساحة عندي اه ديقة كده فانا مش عايزة تبقى الدنيا عندي مديقاني وانا بخسل المعين حاول تسهلي على نفسك الامور هتلاقي عندي كل حاجة اه بقت سهلة وبسيطة كده ما تسعبش على نفسك الامور طبعا انا هخسلهم بقى بسرعة على فكرة انا بشطفهم كويس جدا والله بس علشان خاطر انا بجري الفيديو بسرعة فعشان كده بتهيقلك اللي انا مش بشطفهم اصلا لكن والله انا بشطفهم كويس جدا واللهلوبة بصراحة انا اضافتلي المعين كويس قوي يعني انا حطيتهم بمعدل معلقة صغيرة اه لكن عملت مفعول هايل بصراحة يلا بقى لو انت وراك حاجة كده وعايزة تعمليها قومي على طول ما تكسليش قومي على طول اعمليها وكل مرة بقولك كده سمعاني فاهماني يلا قومي على طول اعملي الحاجة اللي وراكي والله العظيم لما تخلص الحاجة اللي وراكي بتبقى قاعدة مستريح طبعا انا عندي الحلل لسه فيها بواية اكل فانا مش هفضيها دلوقتي هسيبها شوية كده لان الولاد مكلوش قوي لو حد عايز ياكل تاني هسيخلو القلقاس واكلو طبعا القلقاس انا كنت مفرزاه فما تعبنيش خالص وانا بعمل الاكل النهاردة يدوب انا طلعت الكيس من الفريزر وكمان حطيته على الشربة وهي اللحمة بتستمي يعني الموضوع عندي بقى سهل اوي كمان السل السل انا عاملاه برضو وحطاه في الفريزر عايزة بقى لما منزل اجيب كمية تانية كده لان الرابط تخلص من عندي القلقاس حلوة اوي 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 طبعا الدول العربية انا مش عارفة بصراحة هو اسمه ايه عندكم لكن والله حلو جدا اكيد موجود عندكم لان هو بتصدر خلاص كده انا غسلت اللبانة عايزة اقول لكم اللبانة دي بقى لها كتير كتير اوي بتاعت حمايتي اصلا اسمها الدهان بس الالمونيوم بتاعتها حلوة اوي 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 ولا بتخرم ولا بتسود ولا بيحصل لها اي حاجة طبعا برضو الحلة انا مش هخصلها بقى بالسلكة السلكة انا كنت جايباها عشان اللبانة لو في حاجة طلعت تاني هخصلها اوي كمان الحلة بتاعت الحوت بس انا بخصل اعر بتاع الحلة دوت او الظهر الحلة بالسلكة عشان تنضف معايا وتبقى نظيفة ما يبقاش فيها كده اا صمود من تحت كده خلاص انا قربت اللي انا اخلص فاضلي حاجات بسيطة جدا طبعا لما في اي حاجة بتقابلني في الحوت بقى وانا بخصل المواعين وكده بروح شايلها عشان تسهل على نزول المية يعني المية تبقى نازلة كده بسرعة من غير ما تبقى ايه المية الحوت يتميلي مية والكلام دوت بصي لو في اي حاجة بشيلها هتلاقي الموضوع عندك اختلف تماما كده خلاص هخصل بقى الحلة بتاعت الحوت بالسلكة طبعا اللي سبونشة والسلكة انا بغيرهم من وقت للتاني يعني اللي سبونشة دي انا لسه كنت مستعمليها اا الصبح في المواعين بتاعت الفطور يعني لسه جديدة ولو السلكة لسه فتحاها معاكم طبعا انا قلت لكم انا بشتري الحاجات دي منين خلاص كده خلاصت المواعين وكمان المنجة خلاص خلاصت اللي هي شطفتها كده وقلت هسيبها شوية وراي حاجات بقى جوه دخلت عملها زي ما انتو شايفين كمية الشربات الشربات عندي معرفش ايه اللي بيحصل ومش عندي بس ده عندي الناس كلها يعني اا فاللي بيحصل ايه اللي الشربات معظمها بلاقي فردة وما بلاقيش التاني فانا عملت كيس كده وحطت فيه اي فردة قبني بتاعت شراب احطها جوي وفي الاخر اعود بقى اشوف ايه لو في حاجة كده وبالفعل لقيت فعلا جمعت كمية شربات كده اا من بواقي فرد يعني بدل ما اتضيع مني كنت حطيها في حتة ومش لقياها انا حطتها في الكيس ولما بلاقي التانية بروح حطها معاها بصو زي ما انتو شايفين كده يعني انا هفتح مصنع شربات او هجيب عربية كده وقف على اي ناسيا وبيع شربات يا جماعة اش عارف ايه اللي بيحصل والله عايزة حاجة يا مكة ايه عايزة ايه عايزة ايه عايزة ايه ايه ده ايه ده عايزة منجة تاني اسمع ايه طب قول لي ماما قول لي ماما انا جبلك منجة لا قول لي ماما هادع منك تب المانجة دي انا امطلقها عشان اعملها اصير يا مكة هوتي بتحب المانجة امممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم أنا هعمليك المنجا عصير أنا هعملك المنجا عصير لا أليي أنا هعملالك عصير أنا هازع ومينك كهذا إنت عايزة أي ولي أعايزة إيه أنت الحجائر يجيب Cav join Brown هتحد집 لهم المنجا يمتلك 정وية هتحدَّلهم الهدايا الشهد här هاجب لك المنجا وبعد كده نرلى هدايا قولي يا باشي قولي حوضر قولي تبسحيش في دومك تبسحيش في دومك تب عشان اجابلك المنجا واجابلك منديل ماشي؟ وده لعلك لبسيب عشان ايه؟ نوريهم لحاجاتي الجديدة ماشي يا مكت؟ يا رعملون باي 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 خضي بقى موز لا ليه؟ وفيني ان الدورة بتاعتك؟ فيني ان الدورة؟ الموزة وحشة؟ الموزة احلى ولا المنجا؟ عن اللي احلى الموزة ولا المنجا؟ وحشة؟ انت تحب المنجا؟ المنجا؟ بتحب المنجا؟ والموز؟ بتحب الموز؟ بتاعنا باي باي خلاص دلوقتي بعد الخناقة اللي احنا اتخنقناها انا مكة وهي كلت المنجا وكانت عايزة تاني وكده فانا اقا بعد ما خلصت الشرابات وجمعت كده كمية محترمة وبقيت الفرد حطيتها في الشنطة لما لاقي الفرد بتاعتها تاني معرفش ايه اللي بيحصل بيتروحوا فين مش عارفة بصراحة معيني والله بخسلهم اول باول يعني اول ما الولاد بيجوا من المدرسة كده لقيني خدت الشراب غسلته بس ممكن يكون لما بيجي لمه او انشوره تاني او مش عارف مش عارف هتجنن والله اشرت المنجا وست اتقشر بسرعة ازاي؟ من غير ما تهدري في القشر بتاعتها ومن غير ما تطلعي لحم كتير في القشر لما بتبقى مجمدة بتسهل عليك كتير طبعا انا هجيب بقى الهند بلندر واضربها بالهند بلندر انت ممكن تحطيها في الخلاط لو عندك خلاط الناس كتير سألتني على الهند بلندر وكل مرة بقول والله يا جماعة لو انت مش محتاجة الكبة ومش محتاجة بقية المكونات بتاعته هو بيتباع بمتين جنيه تقدر يتشتري من اي محل بيبيع ادوات كهربائية زي الخلاط المكنسة الغسل الحاجات زيانة او ممكن تلاقيه في راديو طالعة طالف العتبة في شرع عبدالعزيز لكن اللي معاك كمية بتاعته كلها ده انا كنت مشتريه بسطمية وخمسين السنة اللي فاتت في عيد الامة معرفش حاليا بقى سعره كم طبعا انا الشفشق صغير فانا ضربتهم على مرتين وحطتهم بقى في الشفشق الازيز دوك كده وهصب للولاد والباقي هحطه في التلج طبعا الموعين اللي تلعت دي انا هشطفها اول بول كده عشان ميبقاش عندي موعين وحس اللي الدنيا ريئة مش هستنى بقى سيب بقى الموعين ديت واستنى كمان الموعين بتاعت العشب الليل لو الولاد هيتعشه تاني او مثلا كبيات العصيل لما تطلع وكده يعني السكر خلص فجبت كيس سكر بقى قلت افضي بالمرة وانا وقفها عشان لو جوزي حاب يعمل مثلا في انجال قهوة وانا نايمة او الصبح بالليل وهو قاعد كده يعني يبقى في سكر في البطرمان كده خلاص هبدأ بقى اصب للولاد المانجا وانا كمان هاشرب معيه صبيت الاول اللي هي في الشفشق ده عشان اخسله بقى وبقيت الكبيات هصبها من الشفشق الازاز دوت طبعا المانجا دي اصلا انا كنت مفرزها معاكم يعني انا مفرزها من السفل اللي فيت بس كده خلاص هندخل بقى جوه نشوف ورانا ايه تاني ونحضر بقى الورقة والقلم وكمان نكتب الطلبات بتاعة البيت المشتريات ان شاء الله الفيديو هينزل لكم بعدي لو رحت اشتري الحاجة يعني ان شاء الله باذني لو رحت اشتريت الحاجة هصورها على طول اول ميجي ده ده الفرش بتاع الانتريل انا كنت شايلها معاكم المرة اللي فاتت وغسلته نشب بالفعل زي ما انتوا شايفين كده هطبقوا بقى واشيلوا لما عوز اللي انا افرشه بلاقيين دي فعندي وزي الفل حبيبة قلبي اللي سألتني الانتريل عندي عايزة هو مش بيتشال الفرش بتاعه بس عايزة تنظفه نظفيه بكل ركس الوان او ومعايا شوية دوني كل ريحته حلوة او ممكن تضيفي عليه يعني نقول مثلا ايه غطاء او غطيين اللي هو برسيل جل العادي او الاوتوماتيك على حسب المتوفر عندك لو عندك ما عندكش اوتوماتيك يبقى في كيس مش عارفة باثنين جنيه ولا باثنين جنيه ونص هيعمل معاك مفعول حلوة اوي وبزبونش نظيفه كده وشوية مية بس ما تقطريش في الزبونش عشان خطر ما يبقاش مبلول اوي هتلاقي ندف معاك وبقى زي الفرن الاماكن اللي هي بتبقى دخل الجوة شوية دي ممكن بفرشة سنين تكون مثلا اه جديدة عندك مش بتستعمليها تاني وتعملي بيها الجوانب كده او الحاجات اللي هي داخلية بس كده بقى انا هعود اشرب المنجة ديت وكمان هروأ بقى الاودة لو فيها حاجة عايزة تتعمل خلاص انا طبقت الفرش هوريكم بقى الحاجات اللي جات لمكة دية وكمان هعود بقى اجيب وراء وقلم كده واعود اشوف ايه اللي ناقسني متنسيش اللايك بتاعك يلا حطيلي اللايك بسرعة انت لسه محطتيش والله هزعل منك طبعا بقى انا كنت عايزة وريكم الحاجات ديت وهي مكة صحية ولكن للاسف مكة نامت خالص بعد ما شطفتها كده وغيرت لها هدومها وكمان اه كالت بقى المنجة زي ما انتو شفتوها كده راحت في النوم خالص وهي قاعدة بتلعب مع اخوتها فهي كانت بصراحة عايزة توريكم الحاجات ديت فانا كنت قلتها ورها لكم وهي ان شاء الله بقى شوف كده اي روتين تاني تكون هي متواجدة معايا فيه وهخليها يتورها لكم عايزة اقول لكم لها فرحونة اوي 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 الحاجات دي خالت هي اللي جايبها لها من مايوي طبعا اكيد كلكم عارفينها بس عايزة اقول لكم اللي هي يعني ما كنتش متخيلة اللي هي تبقى فرحونة اوي كده لقوا حطوهم بقى في الدولاب بتاعها ومحتفظة بيهم وبعد بقى ما بتخلص بتحط بقى اندية دي تقريبا اسمها كولونيا او ده ريحته حلوة اوي تحط بقى منها كبرفان يعني بتاعها وكمان الكريم دوت برضو بتستعمله حلوة اوي الحاجات دي بقى لها بالزبط كده اربع تيام عندها بس عايزة اقول لكم اللي هي الاربع تيام دول سعيدة وفرحونة وكل شي تقولي تدخل اللي هي عايزة تاخد دوش يعني تستحمى دوت شامبو للاطفال وده شوارجل برضو الاطفال ريحتهم حلوة اوي 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 وطريبا سعرهم مش عارفة بصراحة كام بس هي مبسوطة اوي منهم خلط هيا اللي جايبهم لها ربنا نخليكي اللي هي حبيبي اتقالبي دي الحاجات اللي هي جات لمكة اما بقى الحاجات اللي هي جات لي انا برضو دي جات لي هدية اا من اورفلام طبعا كلكم عارفين شركة اورفريم بس انا بصراحة اول مرة اجرب منها حاجة يعني اول مرة اجرب منها المنتجات بتاعتها. كنت الاول بجيب عايز المنتجات اللي هي متواجدة في الصيدلية او من مايوي لكن المرة دي اول مرة اجرب حاجة ليهم. فانا بصراحة هاجربهم لاني لسه جاي اللي النهاردة بمناسبة عايز جوازي. ربنا اخليك اللي هي حبيبة قلبي اجوب. فانا هشوف اه اه ايه الاخبار بتاعتهم وفعلا هم كويسين زي ما الناس كتير اوي بتشكر في المنتجات بتاعت الشركة ديت ولا لا. معرفش سعرهم كام لكن هحاول اللي انا لو عجبوني هحاول اعرف سعرهم كانوا عشان بعد كده ابقى اشتري من المنتجات دي. ده كريم كده اه بتحط الصبح وبالليل. بصوا حتى انا يا دوب انا فتحت حتة صغيرة شميت الريحة بس. اه لكن لسه ما استعملته زي ما انت شايفة كده. اه ريحته حلوة جدا ريحته حلوة اوي اوي اوي. اه هو مرسوم عليه اه يعني زي البطيخ لكن هو مش بالبطيخ هو تقريبا بالتفاح الاحمر اه او لتفاح الاخدر حاجة زي كده دي فاكها بس انا مش عارفاها. بس مش بطيخ لا. ريحته حلوة قوي اللي جربته قبل كده تقول لي رأيها فيه بكل صراحة. ودود غسول ده كريم عادي ودود غسول اه برضو بتستعمل مرتين في اليوم مرة الصبح ومرة بالليل هي قالتلي انتظم عليه هتلاقي ديكي نتيجة حلوة. تعرفين لنا بستعمل غسول تاني بتاع غرني او بتاع كيلين اندكرير او بتاع مايوي. يعني التلاتة دول اللي انا بستعملهم لكن اول مرة استعمل بقى غسول بتاع شركة تانية. ريحته حلوة قوي قوي قوي. طبعا هستعمله وقول لكم برضو على رأيي اه فيه. هي ترى هيمشي معي على البشرة بتاعتي ولا هيبقى انظمه ايه. دول الحاكتين وهي جاي معاهم سابونة اه بالشكل ده وكده اهي. بصوا. يعني برضو انا مش عارفاها ما لسا ما استعملتهاش. اه هي نفس النوع. تقريبا نفس الريحة بس الريحة بتاعتها ضعيفة شوية مزي الريحة دي. حبيت اللي انا اكون معاكم كده روتين مسائي طواعا انا هقوم دلوقتي بقى اجرب الكريم. وكمان اجرب الغسول وоقول لكم رأيي ان شاء الله بحبكم في الله احلى وقطي اخواتي في الدنيا دي كلها. ما تنسيش تحط اللايك بتاعك. وتنسيش تكتبيلي دعوة حلوة في المترجم الى الاشتراك في القناة